اهلا بحضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة الفقرة اللي هنتكلم من خلالها عن موضوع اعتقد ان هو مهم جدا هنتكلم عن خلايا الدم ايه هي اصلا خلايا الدم ازاي بتتكون ازاي بتتجدد ايه هو فقر الدم هل ينفع ان احنا ننقي دمنا من السموم فعشان نقدر نضل بقدر مستطاع نحافظ على صحتنا هل ده ممكن يتعامل يعني ده شيء قابل للتنفيذ ولا لا كل دي اسئلة عايزين نعرف لها الاجابات عليها موجودة بالفعل عند الدكتور عدين ابو سعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز اللي دايما بتنورنا في البرنامج صباح الخير يا كريم زي الفل الحمد لله ربنا يخليك تسلم هنتكلم النهاردة عن حاجات مهمة جدا انا بس عايزة في البداية استأذنك في تفصيلة كده انا واحد من الناس عرفت على كبر ان فقر الدم مش معناها ان يبقى الشخص مثلا رفيع زي حالاتي انا كنت معتقد ان الشخص اللي يتقال عليه ان عنده أنيميا وعنده فقر دم لازم يبقى يعني جثمانيا رفيع اكتشفت مؤخرا من كذا حد من اصدقاء يعني معظمهم من الصنف المكلبة وكل يقول لك ده انا عندي فقر دم وعندي مشكلة فيك ده كان مفهوم مغلوط بقى عندي اه طبعا مفهوم اكيد مغلوط فقر الدم ومشاكل كفاءة الدم مش قصة الرفيعين بالعكس خالص الحقيقة ان الدم مهم جدا لجسم الانسان لان هو اعتقد الدم هو اللي بيحافظ على البشرية ليه الدم مهم وبالنسبة لفقر الدم طبعا جدا لان الدم هو وسيلة الموصلات لنقل اي حاجة بنعتبره التاكسي هو اللي بينقل الاكسوجين من الرئة للخلايا هو اللي بيخلي خلايا الدم البيضة بتمشي في الدم عشان تحارب اي فيروس او اي بكتيريا بلازم ما نعطي تبقى كويسة لازم الفيتامينات والمعادن يبقوا كويسين هي اللي بتنقلي الفضلات والتوكسينز لحد الكبد والكلة عشان نتخلص منها وهي اللي بتحافظ على حرارة الجسم سابتا فلازم طبعا مهم جدا ان احنا نحافظ على كفاءة الدم ونحافظ على كرات الدم الحمراء اللي هنتكلم عليها ازاي نقدر نحافظ على كرات الدم الحمراء وما تقلش معانا ونحافظ على الخلايا المناعية فالدم طبعا مهم لكل حد فينا بلا استثناء ستات رجالة شباب لان على فكرة اكيد الستات بيجي لها فقر دم اكتر من رجالة عشان كدرنا ممليجي نعمل السي بي سي بتاعنا بيبقى رسطة من اديها اقل شوية لكن بتلاقي شباب دلوقتي عندهم فقر دم اكيد هو اصلا فقر الدم دكتورة دين عبارة عن ايه يعني ايه فقر دم فقر الدم الانيميا ان النخاع العظم ما بيقدرش ان هو ينتج كرات دم حمراء بكفاءة او بنسبة عالية لازم كرات الدم الحمراء تتفرز من نخاع العظم بتقعد اربع شهور وبعد كده بتروح على الجابة الكابل يعني مرجعية فقر الدم من عدم وهي كرات الدم الحمراء يا اما النخاع بتاعنا ما بيفرز كرات دم كفاية اما بيفرزها وبتتلف بسرعة فدي مشكلة كبيرة جدا نقدر نعزز الكلام ده اكيد بالمكمل الغذائي يا كريم اللي جاي تكلم عنه قلب مالتي فيت احنا مش عايزين يبقى عندنا فقر دم طبعا فقر الدم هتلاقي كتير مثلا عندهم دوخة مش عارفين ان ده مشكلة نقص كرات الدم الحمراء ونقص الاكسوجين عندنا كمان من الاعراض التعب المستمر دي التنفس الاكتئاب الدوخة كل الحاجات دي اسفرار الوش على فكرة فقر الدم بيبان وش مصفر تنميل في الاطراف الاكسوجين مش واصل لاطرافي فنقدر نعزز كفاية الدم سواء من فقر الدم او حتى نعزز من الانتي باديز والخلايا المناعية بقلب مالتي فيت ايه هو قلب مالتي فيت الحقيقة مكمل غذائي رائع فيه كل الفيتامينات والمعادن اللي تقدر تحسن لك جدا كفاءة الكرات الدم الحمراء فما نعنيش من اناميا ما ينفعش نحن نعني من اناميا كل اجهزتي عايزة الاكسوجين كل اجهزتي عايزة الخلايا المناعية لان احنا عندنا دلوقتي فيروس كتير وبنصاب نزلات البرد كتير فلازم نقوي دمنا مهم جدا طيب شمانة دينا بتقول قلب مالتي فيت لان الحقيقة قلب مالتي فيت من اهم الفيتامينات اللي تقدر تستهدف وتنت طبعا مع الحديد انا هتكلم على قلب مالتي فيت بس ده لا يغني عن ان احنا نعرف مخزون الحديد عندنا مهم جدا لان احنا نعمل السي بي سي بتاعنا على الاقل مرة كل ستة شهور نتأجد ان الهموغلوبين ما بيقلش عن 12 للستات وما بيقلش عن 13 للرجالة ونتأكد من مخزون الحديد مع ده هنستخدم قلب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي يا كريم طبعا قلب مالتي فيت فيه اول حاجة مهمة لكفاءة الدم فيتامين بي كومبليكس عائلة فيتامين بي من كلهم يعني ثايمين مهم فيتامين بي ون والنياسين مهمة جدا حاجتين لانتاج كرات الدم الحامرة الفوليك اسيت اللي هو فيتامين بي 7 بلس الكوبالامين الكوبالامين فيتامين بي 12 مهمة جدا ان احنا ندعم كرات الدم الحامرة لان الاكل مش كفاية يعني الاكل بتاعنا مش هيبقى كفاية ديني كل الفيتامين دي حتى لو كمياته يعني حلوة مش كفاية احنا يوميا مش معقولة كل يوم هنأكل كذا كيلو لحمة مثلا احنا يوميا محتاجين الفيتامينات دي القرس اللي احنا شايفينه فيه كل الفيتامين دي عائلة فيتامين بي كومبليكس كلها من فيتامين بي 1 2 3 5 7 6 7 وتسعة واثناشر عندي حاجة مهمة جدا كمان الزينك الزينك مهمة جدا المناعة احنا كنا زبطنا فقر الدم عايزين نزبط الخلايا المناعية بتاعتنا والانتي باديز عندي زينك داخل كابسولة ألب مالتي فيت عندي فيتامين سي برضو مهمة جدا المناعة عندي الكابر الكابر اللي هو النحاس يقولوا لي ايه احنا اول مرة سمعنا عن فيتامين بي كومبليكس اول مرة نسمع عن النحاس ده مهمة للدم النحاس هو اللي بيخلي كرات الدم الحمراء توصل للحديد دي مهمة بيقدر يوصل للحديد فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد حتى لو بناكم لحمة كتير ما بيحصلش امتصاص الحديد بتشوف ناس بيقول لا انا عندي انامية وباكن لحمة لكن انا عندي انامية خلي بالك من فيتامين سي بتاعك فده مهم اكيد المكمل الغذائي قلبي مالتي فيت مهم جدا اقول انه موجود في جميع السيدليات لان دلوقتي على السوشال ميديا عندي دكتورة دين الاقي قلبي فين الاقي قلبي فين التليفونات للاستفسارات انا احب جدا ان انا اشتري مكمل غذائي من السيدلية ده بديني امان انه مرخص من هيئة سلامة الغذاء فبغضم السيدلية ده بديني الامان الكافي ان يتعامل عليه تستاذ فدي حاجة مهمة جدا حلو المكونات بقى اللي انت ذكرتها دلوقتي يا دكتورة دينا هل النسب بتاعتها تتناسب مع فكرة ان انا فهم ان هو بحبية واحدة في اليوم صح جدا طبعا طبعا دي حاجة متراعية في النسب المكونات اول حاجة طبعا مختلف عن كل المكملات او معظم مكملات الغذائية هو النسبة الاعلى في الزنك وانا بقول ان احنا بناخده قرص واحد في اليوم ما فيهوش اي مشاكل ومش لازم يكون اورادي عندي مرض ما باشتكي منه لا لا انت بالدعم دمك بيه بالدعم طاقتك بيه بالدعم مناعتك بيه الستات تقدر تحلو معي لانه بيزبط جدا البشرة والهالات السودة هتلاقي نفسها بعد فترة مش محتاجة تحطه انت بقى معانا عاوطاق برضو فرصة كويسة طلب المنتج بيعمل للسحر ده مهم جدا للشعر لتساقط الشعر مهم جدا للعظم يعني هكلم معاك ان شاء الله برضو في حلقة تانية عن هشاشة العظم قد ايه قلب مالتي فيت مهم جدا للهشاشة العظم والحفاظ على كثافة وقتلة العظم عندي لانه بيحتوي على كالسيا طيب برضو عايز اسألك على تفصيلة كده ان اكيد جانب كبير وناس كتير من اللي بيتابعونا رياضيين سواء بيلعبوا بقى بشكل يعني رياضات ما بشكلها الكلاسيكي المتعرف عليه فرق وتمارين الى اخره او الناس اللي هي مواصبة على مروحة الجيم ايه الى اي درجة المنتج ده برضو ممكن يكون مفيد للشخص الرياضي بشكل عام كل معظم الرياضيين ما بيلعبوش جيم غير بالمكملات الغذائية بروتين رقم واحد بروتينات لحوم وكده البيت حلو قوي تلاقي مثلا قبل ما بيروح الجيم او قبل ما بتروح الجيم انا اختي بشوفها قبل ما تروح الجيم اللي هي عاملة ست بضادة اللي هي كلي طالع على الجيم ايوا لان البروتين مهم جدا جدا مهم اي رياضي او رياضية هتستخدمي او هتستخدم ألف مولتي فيد من اهم الفيتامينات لأي رياضي اول حاجة الزينك الزينك مهم جدا لان هو اللي بيريح لألياف العضلة فما بتحسش بالتعب العضلي بعد ما بتتمرن كثير يعني يساعد على الاستشفاء طبعا الاستشفاء من التعب العضلي مهم في قلب مالتي فيت عائلة فيتامين بي كومبلكس لأي حد بيروح الجيم أو أي رياضي أو أي رياضية لأن فيتامين بي كومبلكس هو سحر الأعصاب مهم أن أنا أدعم أعصابي بتلاقي مثلا احنا خلاص أخدنا البروتين عشان العضلات بس بتلاقي مثلا ولاد كثير بيحبوا يشيلوا أوزان لو ما خدش قلب مالتي فيت اللي فيه كل عائلة بي كومبلكس من زي ما أنا قلت الكوبالامين والريبوفلافين والفوليك أسد هتلاقي هو بيشيل الأوزان إيده بترتعش عصابه مش مستحملة فعشان نعرف نقوي عدلاتنا ونعمل بنيان حلو هناخد قلب مالتي فيت عشان ما حسش بالشد العضلي وما حسش بتعب أعصابي وأنا بشيل مهمة قوي فيتامين سي لكل رياضي لأنه فيتامين سي بيحول لي الأكل الطاقة هو فيتامين إي ومضادين للأكسدة مهم الكالسيام جدا للستات والرجال عشان أحافظ على بنيان عظمي فطبعا الرياضيين حلوة قوي لو يتاخد بعد الفطار عشان الطاقة يمكن كل الرياضيين عايزين طاقة أنهم يقدروا بيعودوا بالساعتين والثلاثة في الجيم فعايزين طاقة قلب مالتي فيت من الأفضل للمكملات الغذائية ليهم المالتي فيتامينز هل من شأنها أن هي تساعد على فتح الشهية فبالتالي زيادة الوزن للناس اللي عندهم النوع ده من المشاكل أنا قصة النفاي الفيتامينات بتخن دي أنا الفيتامينات أنا خدت قلب مالتي فيت وخصيت لا القصة دي مش مش صحة خالص بالعكس أنت بديك طاقة أكتر بيعلي متابولزم الجسم أكتر بيعلي الحرقة أكتر بالعكس انت بتحول الأكل طاقة لو بيعلي الحرقة أكتر معناه لنهوه بيخسص بقا أكتر بيخسص طبعا بيساعد جدا على إنقاص الوزن لأن الأكل ما بترقمش ما بتحولش لدهون هو الأكل على طول بتحول الطاقة فيتامين C فيتامين E فيتامين B كومبلكس بديلك طاقة بديلك مناعة وبتخس قصة المكملات المكملات الغذائية لها أهمية كبيرة لأن الأكل الوحده مش كافي أنه يدخل جسم الواحد يكمل مطلوب من والمعادن والحديد يمكن أكتر ناس عرضة كمان للنبت الفقر الدم دي قصة كبيرة قوي يعني فقر الدم يعني الأكسجين مش هوصل للخلايا يعني هدوخ يعني الأكسجين مش هوصل للمخي قصة كبيرة من أكتر الناس اللي بيتعرضوا الفيجيتارينز طبعا لأن بيأكلوا الحديد من النبات النبات الحديد بتاعها رديئة جودة مش بيمتص أصلا حتى اللي بيأكلوا الحوم يمكن ناس كتير عندنا ما بتاكلش بتاعتمدش على غداهم في اللحمة فأكيد عندك نقص في فيتامين بي الحلو أن فيتامين سي فيتامين سي بيعليلي نسبة الحديد ودي حاجة مهمة فالفيجيتارينز أكتر عرضة اللي ما بيأكلوش لحمة كتير أكتر عرضة لفقر الدم أكيد طب أنت كنت يعني في مجمل إجابتك على سؤال يعني فات من شوية قلت مصطلح كفاءة الدم أو كفاءة خلايا الدم الكفاءة دي تقصدي بيها ايه؟ كفاءة خلايا الدم الدم مكون من كرات الدم الحمراء لازم دي تبقى كفاءتها عالية ونعززها بقل لأنها اللي بتنقل الأكسوجين من الرئة للخلايا تاني حاجة الليكوسايدز كرات الدم البيضاء اللي مسؤولة عن حرب الفيروس اللي موجودة دلوقتي فدي مهمة جدا أن احنا ندعمها بقل مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشة تالت حاجة عندي الصفايح الدموية الصفايح الدموية دي اللي مسؤول عن تخصر الدم أو تجلط الدم ويمنع النزيف عشان لما نيجي نتعور ما نقدرش دم نقدر نحنا نلم الدنيا يتجلط دي الترومبوسايدز والبلازما لازم كفاءة الدم تبقى عالية في كله منعتي تبقى عالية كرات الدم الحمرة تبقى عالية هناخد البي مالتي فيت هيزبط لنا جدا كفاءة الدم هيزبط لنا مرور الأكسجين في الخلايا هيزبط لنا مرور الفضلات تطلع على الكبد وكلا ونتخلص منها العبوة اللي احنا شايفينها ده قرس واحد بس يا كريم في كل الفيتامينات والمعادن دي هيتاخد يوميا لازم أقول بيبعتولي كتير جدا جدا بنشوفك في قناة الأهلي أن يجيب القلب مالتي فيد فين مش هتلاقوه عندي على السوشال ميديا هتلاقوه في السيدليات تكلموا السيدلية اللي عندكم السادة السيدلة يقدروا كمان يطلبوها عن طريق بس الرقم لكن أنا أحب المكامل الغذائي الحقيقي أخده من السيدلية ده مهم مهم جدا أنت كده بيدي لك الأمان أنت بتبلع حاجة بعدين بقينا مؤخرا في قنوات ما يعلم بيها لربنا بقينا نشوف إعلانات ما يعلم بيها لربنا المنتجات ما يعلم بيها لربنا معمولة كلها يعني ما فيه زر تشك إنها معمولة تحت بير السلة لا بالضبط فطبعا شيء مهم جدا لا ده خطر جدا خطر جدا لازم أولا القناة اللي إحنا منطلع فيها قناة محترمة جدا معروف عني من زمان بقالي سبع سنين لا يمكن أتكلم على حاجة غير وانا مجربوها وشايفة ترخيصها وقالب مولتي فيت موجود في السيدليات فخلاص أنت عارف قناة والدكتورة والترخيص فأنت عارف أنه آمن ومعمول بكفاءة عالية جدا حلو إحنا اتفقنا أنه بيتاخد قرص مرة واحدة في اليوم هل قبل فطار أو قبل غد أو قبل عشاء لا بعد الأكل بنص ساعة على كبات مية كبيرة لأن أيا كانت واجبة مش فرق أنا أفطر بعد الفطار لأنني أتكلم على طاقة ولازم نزير طاقتنا الطاقة يعني لسه واحدة صاحبتي قلت له مش عارف يا دين أنا بنام 12 ساعة وبصح عايز أنام تاني بسمحة كتير جدا فبقولها على طول جرابي قلبي مالتي فيت ده حلم أنا واحنا بيه عايز أهدافي عايز أتعامل مع الناس فلازم يبقى عندي أعرف أدير طاقتي أعرف أدير طاقتي بإيه بقلبي مالتي فيت بالمناسبة أكتر ناس عرضة لنقص كفاءة الدم أو نقص كفاءة خلايا الدم اللي عندهم هل فيه ناس معينة مهن معينة ناس بيتعرضوا لظروف معينة ده بيتخلي كفاءة عندهم طبعا زي ما أنا قلت أول حاجة النباتيين اللي ما بيكلوش لحمة كتير اللي عايشين في ناطحات سحب الأكسوجين بيبقى قليل كبار السن أكيد ده بيحصل لهم اللي بيشربوا كتير مشروبات الغازية دي مشكلة لأن مشروبات الغازية الكتير بتسحب الفيتامينات والمعادر الله يطمنك بتحبها روح يا شيخ الله يطمنك أنا أولا من ثمان عارف إن هي شيء مؤذي يعني أنا ما كنتش عارف مؤذي ليه بالتفصيل بس لأ أنا كنت بحبه زيت كده لكن خلاص أنا يعني ممكن مرة في الشهر مرة في النفسي من نفسي كده أخذ بقل لكن أكثر من كده أيا كان لون المشروب أيا كان لون المشروب ده بيمتص كل الفيتامينات والمعادر أنا محتاجة الفيتامينات اللي بأخذها محتاجة ألب مالتي فيت أستفيد بيه ألب مالتي فيت منتج قايم جدا لكن نبعد عن مدمرات الصحة ده فيه ناس ده فيه ناس فاهمة إن هو يعني مهدم المشروبات الغازية بعد أكل جمدة أو إليك بقيت ليلة شوية كذا عشان نهدم لا الكلام ده مش صح أنت هتأخذ ده الأكل أنت أكلته أصلا لن يمتص هو بيمتص كل الفيتامينات والمعادر بتاعتك لا وأكثر ناس كمان عرضة لقصة الأنيميا أو كفاءة الدم أكيد اللي عاملين عمليات تكميم وكده طبعا بياخدوا نتيجة حلوة أو بيخصوا بس الدكتور بيدعم لهم صحتهم بالفيتامينات والمعادر أكيد واللي بيعمل دايت كمان أو اللي بتعمل دايت الست الحامل بتفقد كرات دم حمراء فده مهم فهو آمل كمان للسيدات الحوامل هو بالمناسبة هل ده يتنافى أو يتعارض مع فكرة الدايت لو أنت عامل دايت أو واحدة عامل دايت أولا فكرة المالتي فيتامين تدور بالدايت اللي هي عاملية أولا بالعكس الدعم بالعكس الدعمه طبعا جدا جدا كتير من البنات اللي عاملين دايت وبيستخدموا قلب مولتي فيتامين عشان الدايت بيديك على طول وش أصفر عندي هالات سوداء أنا كسلانة أنا تعبانة أنا مش قادر أنزل أنا ما عنديش طاقة فأكيد قلب مولتي فيتامين هيدعم صحيتهم جدا من حيث زي ما قلت الدم وكفاءة الدم نضارة بشرتهم عشان البنت اللي بتعمل دايت والشاه على طول بيبقى بحتان لا أنا مش عايزة دا عايزة تخس بصحة تخس بصحة ازاي أو حتى هتخس بصحة ازاي لأنا رجال كتير وشباب كتير محتاجين دا برضو هتخس بصحة مع قلب مولتي فيت زي ما احنا شايفين على الشاشة كنا قرس واحد في كل فيتامينات فيتامين سي فيتامين اي كالسيا زينك نحاس بي كومبليكس بجميع أي سن ممكن ياخد أو ابتداع من أي مرحلة سنية ممكن يعني نخلي مثلا أولادنا ياخدوا المنتج دا طبعا قلب مولتي فيت ابتداع من 13 سنة أول ما تعرف تبلع تاخدوا على طول مفيش مشكلة لان كمان الحلو في قلب مولتي فيت ان انا بقول عليه لايف تايم الفيتامينات والمعادة اللي قلتها ووتر سوليبل الاكسيد منها بينزل عن طريق البول طبعا بخافش منه أكيد فيتامين دا المهم بس فيتامين دا لما نيجي ناخده تحت استشار طبيب أو بعد ما عمل تحليل فيتامين دا في الدم هل فيه ناس عندها أمراض مزمنة ما تمنع أن هما ياخدوا المالتي فيتامين دا أو أي نوع من أنواع المالتي فيتامين دا الناس اللي عندها سكر الناس اللي عندها ضغط لا بالعكس السكر والضغط مهم جدا يمشوا على قلب مالتي فيت لان قلب مالتي فيت بدعم لهم جدا نسبة السكر يعني بيعمل توازن نسبة السكر أي حد مريض ضغط أو قلب البيتامين اللي فيه بيزبط نسبة الكوليسترول الكالسيم بيزبط مهم عضلة القلب الكالسيم مع المغنيسيم عشان الإنقباض والإنبساط ما فيش حد ما يقدرش ياخد قلب مالتي فيت إلا لا قدر الله لو فيه فش الكلاوي بتستشيرك الطبيب أو بيستشيرك أو لا قدر الله لو فيه كلايف في الكبد لا قدر الله برضو تحت استشار طبيب لكن بكلنا بلا استستاذ يقدر نستخدم قلب مالتي أنا بشكرك جزيلا شكرا على وجودك معانا نورتينا وأسعطينا وقفتينا كالعادة بوجودك معانا دكتورة دينا بصوت شكرا لكي نشوفك على خير إن شاء الله حلقات جاية وأكيد الشكر موصول بقى لكل حضراتكم على حسن المتابعاتكم لحلقة النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم معانا خصوصا في الفقرة دي بالتحديد وكلام كان مهم جدا عن الدم وعن خلايا الدم شوفكم على خير إن شاء الله في يوم جديد وعشر صبح بالإحلي إلى اللقاء